الجميل أن أشرف حكيمي بعد هذا الفوز القوي والتاريخي للمنتخب المغربي جري على والدته في المدرجات بعد نهاية اللقاء وانتهاء المباراة وبالفعل جرى عليها وطبع قبلة على جبنها وكان لافت للنظر اعتزاز أشرف حكيمي بولدته يمكن هو بيقول أن والدته كانت تعمل خادمة في المنازل وكان والده بائع متجول وهو بيفتخر بيهم أشد افتخار وأنهم ليهم الفضل بعد المولى عز وجل في أن يصبح أشرف حكيمي أفضل باكرايت في العالم لعب نادي باريس سان جيرمان والمتعلق مع المنتخب المغربي وبالفعل لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية يصعد منتخب عربي لدور الثمانية وبإذن الرحمن يمر يا رب لدور الأربعة طبعا المباراة القادمة هتكون ما بين المغرب والبرتغال وبإذن الرحمن يكون النصر من نصيب قصود الأطلس المباراة هتكون يوم السبتة المقبل الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة طبعا كلنا يعني رأينا بأن منتخب البرتغال غاب عنه أو عن بداية اللقاء كريستيانو رونالدو كان على مقاعد البودلاء لكنه نزل في الشوت الثاني لذلك البعض يعني يأمل في عدم إشراك رونالدو أمام المغرب لكنها في أنها ستكون مباراة قوية للغاية سواء تم إشراك رونالدو أم لم يشترك من بداية اللقاء خاصة مع تفوق المنتخب البرتغالي بستة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب السويسري ما يعني قوة البرتغاليين الكبيرة للغاية لكن بإذن الرحمن الجمهور المغربي سيكون له عامل الحسن لأنه رأينا تأثير المغربة في هذا اللقاء القوي أمام المتدور الأسباني وكيف كان يزأر المغربة في استاد المدينة التعليمية وبالفعل كان لهم مفعولا قويا في إعطاء دعم معنوي كبير للاعب المنتخب المغربي اشتركوا في القناة